الساحة السياسية في العراق لا تزال تشهد حراكا بغية الخروج بالكتلة الأكبر التي يمنحها الدستور حق ترشيح رئيس الوزراء الذي يعتبر أهم المناصب التنفيذية في العراق وسط مخاوف من تأثر الأمن الهش في المناطق المحررة من العراق والذي قد يرتبط بالتصعيد السياسي بين أطراف العملية السياسية فيما أكدت مصادر سياسية أن تحركات طهران لم تفلح في الساحة السياسية العراقية من أجل حسم التحالفات لصالح الجبهة التي تقودها إحدى الجهات المرتبطة بها رغم ضغوطها السياسية والاقتصادية التي تمارسها في العراق وتحولت الكتل السنية والكردية إلى بيضة القبان إذ إن قبول هذه الكتل في التحالف مع أحد المعسكرين الشيعيين سيحسم المنافسة لصالح طرف بوجه آخر ومع بدء العد التنازلي لعقد جلسة البرلمان الجديد الأولى لم يفلح قادة الكتل السياسية إلى الآن لتشكيل الكتلة الأكبر بسبب المحاصصة والصراع على المناصب في رأس الدوليمية الإخبارية بغداد